أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتعزيز الجهود المحلية المبذولة لمكافحة حريق كالدور وقال البيت الأبيض إن إجراء بايدن هذا سيسمح بتنسيق إجراءات الإغاثة في حالات الكوارث من قبل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وكانت النيران قد اندلعت في سلسلة جبال سيرا نيفادا منذ منتصف غشت وتواصل تهديد المنازل والشركات بالقرب من بحيرة طاهو بسبب الرياح العاتية والظروف المناخية الجفة واضطر عشرات الآلاف من السكان إلى الفرار من النيران وأغلبهم لا يعرفون متى يمكن أن يعودوا ولا حتى إذا كانوا سيجدون منازلهم سليمة